لكي تفهم التكرارات كويس بديك تركز معي هنا نص السؤال اكتب برنامج لطباعة ارقام من واحد الى خلينا نبدأ بعشرة وبعضها زي ما انا طلبت منك لغاية المية ممكن ان انت تفكر بطريقة هذي تقول له برنامج واحد برنامج برنامج ثلاث وهكذا هكذا انت بتكون ملكاش علاقة بالبرمجة خالص ليش لانه شايف هذا عبارة عن نفس التعليمه ولكن بتكرار بس ايش اللي بختلف انا عندي الرقم احنا ايش اخدنا لالتكرار ايش التعليمه اللي اخدنا لالتكرار ويل او فورث فردك تستخدم واحدة منه خلينا نبدأ بالويل اخدنا اول حاجة انت بتبدأها في الويل انه انت بتبدأ هنا ان تبدأ بقيمة ابتدائية تمام وبتقول الان هادي اقل من مية لان انا اضطب على غاية المية هنا بدنا نرجع الى السؤال اقل اقلت لك برنت واحد اثنين ثلاثة اواربعة اه ممكن مكدور عليهم ان انت تسويهم لعشرة لكن لو تخيلت ان انا طلبت منك انه لعشرة تلاتة او المية لا بصير الاشي الانت بتسويه مستحيل انه هو ينعمل انت تسويه بالتكرار دعونا نرجع هنا 100 ما سيطلب منه انه لو سمحت اطباع لي الان الان لو تركته زي هيك ايش بصير عندي الى ما لا نهاية ما السبب الان دائما بصفر بتغيرش عليها وانت بتقول طالما الصفر اقل من 100 بضله الصفر اقل من 100 لكن كيف بدك تغلي ان الشرط هذا ينكسر تمام انه انت بتحط الان بتساوي عن زائد واحد هيك اول مرة صفر واحد اثنين ثلاثة لغاية المية بيكون true اصغر من 100 لكن لو عند هل المية اقل من 100 لا لو وصلت المية وهل المية اقل من 100 لا ساعتها بيتوقف الشرط تعمل هنا print شغل هنا اطبع لك الارقام من صفر لتسعة وتسعين لو انت بدك تتقيد في السؤال وهو المطلوب انه انت خليك دقيق بقول لك من واحد لمية فاش بروح بساوي بحط هاي واحد وهنا اقل من او تساوي شوف انت بدى عندك من الواحد وانتهى عند المية تمام يبقى التكرار انت بدى ما تحكي print واحد print اثنين print ثلاثة اربعة خمسة ستة لغاية العشرة لا هذا الكلام مش موجدي خالص بدك انه هي نفس التعليمة فبدك تستخدم التكرار ليش ايه؟ ليش ايه؟ هاي؟ هاي؟ حقيت؟ خد اللفة الاولى واحد هل الواحد اقل من المية؟ نعم اطبع لي ايه ارجع بعد هيك هل الواحد اقل من المية؟ نعم باطبع لك ايه فصير عندك مشكلتين ايش هما؟ انه بضلوا واحد دايما وفي نفس الوقت انه عمروش بقر تمام؟ لانه الشرط هدا بيصير دائما true متى احنا بنطلع من الواحد اذا صار الشرط false هايوا شوف كاد بطبع لك وحايد شايفهم؟ بشكل سريع لغاية انه انه انت درجة انه انت مش ملاحظ الفرق انه هنا بصير في عندك سكرولنج خفيف تمام؟ تعلمهم كونترول سلاش فك التعليق كونترول سلاش تمام؟ طيب هدا الكلام انا ما بديش ايه بدي اعالكم وبنا نستخدم الاسلوب الثاني في عمل هاي الشغلة وبدي اعكد تقارن بين هدا الكود وبين هدا الكود وبين هدا الكود انه انت انت تعرف الان فوق تعطيها القيمة ابتدائية وانه انت تعمل بلاس واحد كل مرة فانت عندك مين ابسط هدا ولا هدا الفور ولا الواي الفور هنا بيبدالك من الصفر انت بتقول له مية معناها مية رقم المية رقم اللي هما عبارة من صفر لتسعة وتسعة فعشانك انت بتبدأ هنا مية واحد تمام؟ وهنا بنقول له واحد ايش مالات هدا الكلاب؟ انه تعودنا على الرينج انه انت تديد له رقم واحد بيبدالك من صفر لغاية هدا الرقم لكن لو اديت له رقمين هاده عبارة عن البداية وهادي عبارة عن النهاية زائد واحد تمام؟ هيك هيبدأ من واحد لمية تحديدا تشغل هينت عمتك بدأ من واحد وانتهى مية تمام؟ تحديدا هيا الفور والوايل نفس الشي هاده المتغير هاده المتغير انت كيف بعرض المتغير? سؤالك كمان مرة هاده المتغير أجل فالوايل فالوايل في الفور فالفور هذا المتغير حرفي تسميته ممكن تسميه ممكن تسميه ممكن تسميه ممكن تسميه ممكن تسميه مثل ما يمكن تمام واضح